لماذا نعبد إلها لا يؤمن بنا؟ هذا السؤال دالما شغلني وجعلني أستغرب هذه الرغبة الشديدة من قبل الآلهة دائما لأن تطالب الجميع بأن يؤبدوها دون مقابل ودون نقاش هذا الأمر يثير الريبة ويثير أيضا ليس بحقيقة هذه الليلة فقط ولكن بجدواه ومعنى وجوده الذي يحاول أن يلغي وجود الإنسان بل أن يستثمره ويستعبده فعلا بمعنى الصحيح الأسئلة كثيرة جدا ومنها أننا نحاول دائما أن نثبت وجود الله وهناك نقاش عمره تقريبا ألفين عام أو أكثر تحاول جميعها أن تجد جواب على سبب وجودنا وسبب وجود إنسان وهو مصدر كل ما يحدث حولنا مصدر الكون بأكمله من كما تقول أديان خلق هذا الكون وكما يقول الفلاسفة من أوجد هذا الكون إن كان هناك من أوجده هنا هذا التساؤل الخطير أعتقد الناس انشغلوا بالمفروض أن ينشغلون بشيء آخر وهو أهم وهو أن هذا الإله الذي كما يقال بأننا يجب أن نطيعه ولننفذ أوامره وتعاليمه وأن نسلك طريق الخير وما إلى ذلك وكل عبارات ومفاهيم غامضة وتخلع إلى نقاشات لا نهاية لها ما هو الخير ما هو الشر ما معنى الطاعة لماذا هذه التعاليم تطبق علينا بحذافير هذه الأسئلة هي الأساسية أعتقد بدلا من أن نناقش مسألة من هو هذا الإله أو ليس من هو فقط أنما أقصد ما هو هذا الإله هل هو موجود أو غير موجود بالنسبة لي هو من بوجود إله لكن ليس الإله الكون الذي يتحدث عنه الجميع بالحقيقة المسألة لا تعلق بهذا أنا أعتقد أن إله الجماعة هو موجود أن هناك آلهة متعددة كل جماعة إلهة الخاص أو زعيم مثل ما أدهى زعيم الأوحد أدهى الإله ما لها الأوحد وهو إلهة الخاص فعلا والذي لا شرك له فعلا لا شرك له يعني هو إلههم الواحد والأحد والصمد والذي لا شرك له ويرفض وجود أي شركة له وهذه ميزة أي قائد دولة وأي زعيم دولة وأي زعيم بلد وهذا الزعيم يمثل لمجموعة من الناس والملوكوية نفس الصيغة تقريبا اللي بدأت منذ فجر البشرية بدأت بهذه الصيغة واستمرت حتى لحظتنا هذا لكن غيرت المواصفات والعناوين والمفاهيم والمصطلحات هذا اللي صار السؤال الأساسي هو لماذا هذا الإله دائما يطالب بالإيمان به كما قلت دون أن يؤمن هو بدوره بهؤلاء الناس الذين يعتبرهم أتباعه وعليهم الطاعة أنا مثلا أفترض أن أبي يطالبني بطاعته أمر غريب لماذا يجب أن أطيعه ممكن أن أطيعه عندما أكون طفل أو غير ناضج أو غير قادر على أن أوجه نفسي أو أحاول أن أتحرك أو أتعلم هذه مرحلة الطفولة لكن عندما أصل إلى مرحلة النضج فهذا يطلب أن أكون على مستوى واحد معه وأن يفتخر بهذا بدلا من أن يستمر بمطالبتي بأن أكون مطيعا له الأمر هو الآن أننا خاصة في جميع الأديان نلاحظ بأن هذه الأديان تطالبنا أن لا نلت أبناء إنما أن نلت آباءنا معنى أن الإنسان يتقور إلى الأمام ويتقدم لكن هذه الآلهة تطالبنا دائما بالطاعة وأن نخرج من مسار الزمن وأن نخرج على التاريخ وأن نطيع الأوامر المفارقة للتاريخ معنى أن الزمن لا قيمة له بالنسبة إلينا الذي له قيمة والذي يمتلك القدسية فقط هو المسار المقدس الذي يسير خارج الزمن وخارج التاريخ وداخل النص ومن يفسر هذا النص ويفرضه علينا طبعا هذا النص موضوع النص ممكن نتناوله لاحقا النص أيضا بتفسيرات عديدة لكن دائما يأتينا النص بصيغة واحدة مفروض علينا وكل من يحاول الخروج على النص أو على إيقاء النص الذي يقدمه لنا رجل الدين المهيمن هذا يعتبر هرطوقي أو مرتد أو مكافر أو أسماء كثيرة المهم هو خارج الملة وخارج القوم ويعتبر كافر أو مصطلحات ما تحضرني عنه والآن لكي نأخذ نظرة عن كيف يرى الله الإنسان وما هي حاجاته من هذا الإنسان وما هي مطالبه من هذا الإنسان لنتأمل في هذه الآيات ليس الهدف الإساءة إلى الآيات ولا أي شيء إنما محاولة فهم خاصة بي لا أفرضها على أحد لكن هي مسألة أنا طريقتي في فهم ما أقرأ ومسألة تخصني ولا يدعو هذا الأمر الجميع إلى أن يحتاجون على قراءتي هذه هم أحرار في قبولها أو رفضها إنما هي أقدم إضاءة لمن يرغب أما من يرفض النقاش بهذه الأمور فما أدعو المشاهدة الفيديو أصلاً ودائماً أدعو الناس اللي لا يفكرون إلى الأمام ويحاولون الحفاظ على ما تبقى أو لا يقدمون خطوة أضافية لواقعنا وحاضرنا ولحصيلتنا المعرفية لا يقدمون أي شيء ويطالبون بالبقاء كما نحن أو كما تعودوا هؤلاء أقول لهم هذا المكان ليس المكان المناسب لكم ابقوا في حضيرة الدين التي أنتم تتناعمون بدفئها ودعونا وشأننا الآن راح أقدم مجموعة من هذه الآيات حتى نحاول نقرأها ونفهم ما هو المقصود منها ما هو الشكل العام من هذه الآيات أو الصيغة العامة المطلوبة من قبل الشخص الذي يقرأها فلنقول أنا مثلاً أو أنتم كما ترون أنا طلبت مجرد طلبت بالجوجل كلمة طاعة الله أجتني مجموعة من الإجابات راح نطلع عليها وحتى نشوف شن الفرق يعني ماذا يعني هذا الأمر موضوع عن طاعة الله مثلاً خلني جي على هذا الأسهل أسرع شيء خلني جي على الأسفل طاعة الله سبحانه وتعالى هي الالتزام بأوامره وتطبيقها والاهتمام بشرع الله والإيمان بالله لا يصح إلا بطاعته وتقترن الطاعة بالنهي عن الكفر بعد الإيمان والإجابة لأوامر الله ورسوله وهذا ما حثت عليه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم إلى آخره المفاتيح الجنة أيضاً طاعة الله ورسوله هذه بوابة الأرامة وعناوين تجارية ما تهمناها كيف يكون لزوم طاعة الله في القول يجب الخليج هذه الخليج الإمارات هذه موقع بالإمارات يجب على المسلم أن يمتثل لاحظ أن يمتثل لأوامر الله تعالى وهذا من تعريفات الدين بالعربية أنه الامتثال والطاعة أيضاً وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين أمر الله وأمر رسوله الذي يتمثل في أقواله وأفعاله وتقريراته قال تعالى وأنزلنا إليك الذكرة لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون كما بينا أن مهمته يضع الحق حين يختلف فيه الناس لا بأس كلام نطلع بحصيلة بأنه ما هي الطاعة وماذا يريد الله من الإنسان بالمفهوم الديني العربي الإسلامي وأيضاً هو بالمناسبة تقريباً الأديان الأخرى التوحيدية المسيحية واليهودية البطالي متشابهة الخطوط العامة هي متشابهة تماماً السؤال لماذا الطاعة؟ هذا السؤال الذي أنا أريد أسر إليه فخلنا نرى الرجل الدين كيف يفسر هذه الطاعة؟ ماذا تعني؟ قال الطاهر بن عاشور لما آمر الله الأمة بالحكم بالعدل بالحكم بالعدل عقب بخطابهم بالأمر بطاعة الحكام ولاة أمورهم لحظ ربطها ربط طاعة الله بطاعة الحكام أي ماذا ولاة أمورهم ما معنى ولي الأمر؟ أنا ما لألاقة بالتعريفات الإصلاحية الفقهية أنا أعرف بطريختي ما أقرأه وما أفهمه ولي الأمر أنك ليست صاحب الأمر أنك ليست القادر على أن تأتمر بنفسك إنما أن توكل الآخرين أمرك وهم من حقهم أن يجيرون أمرك وشأنك كما يشاءون ولي الأمر هو طاعة من قاعة الله وبالتالي أنا لا ولاية لي على أمري إنما هناك من له ولاية على أمري وأنا لا شأن لبي ولا يحق لي النقاش هنا وصلنا إلى النقطة الصحيحة أنا أصف ما موجود أكرر حتى لا يفهم كلامي خطعا أنا أحاول أو أقدم ما هو موجود كما هو بغض النظر عن أي رأي شخصي لأن الطاعة لماذا يقول؟ لأن الطاعة لهم هي مظهر نفوذ العدل الذي يحكم به حكامهم فطاعة الرسول تشتمل على احترام العدل المشرع لهم وعلى تنفيذه وطاعة ولاة الأمر تنفيذ للعدل وأشار بهذا التعقيب إلى أن الطاعة المأمور بها في المعروف ولهذا قال إلى آخره نقدم الأمثلة على لزوم طاعة الله من يطع الرسول فقد أطاع الله أي أن طاعة الرسول اللي هو رسول يعني يفترض كلمة رسول أنه هو شخص يوصل لك رسالة فأنت الآن ما مطالب فقط بالرسالة أن تقرأ الرسالة وتفهمها لا عليك أن تطع الرسول الذي أتى برسالة يعني هو جاب لك الرسالة وأيضا هو أنت عليك أن تطع صاحب الرسالة يعني الرسالة والمرسل بالتالي أنت لا تطع المرسل أو الرسول إنما تطع من يتحدث باسمه الرسول ومن يحمل رسالته ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ماذا تعني هذه العبارة؟ من تولى من رفض الطاعة أو طاعة الله وأيضا طبعا طاعة الرسول بالتالي الكريم فهذا معنى أن أنت أنا ما مسؤول عنه هذا أنا متبرأ من هذا الشخص ولا أنا مو حفيظ عليه يعني أنا لست مسؤول عن الحفاظ عليه ما معناه فبالتالي هو حر لكن معنى هذا أنه في الوقت الآخر أنه يعني أشبه بشخص أنا متبرأ من عنده فليفعل به ما يفعل وهذا كلام دقيق طبعا صحيح فعلا أنا قلت لك أنه أنا هو ما يسمع كلامي ولا يطيعني ولا يدخل في منطقة حكمي الحكم هو واحدة من كلماتي معانا دي كلمة الدين فبالتالي أنا ما مسؤول عنه طبه مرض خليش يسير به خليش يسير يعني يصفونه وينتلينه وما لا يقيمه بعد بالنسبة لنا ما مسؤول عنه فبالتالي يمكن أيضا أذيه وأسوي لأي شيء يريد أيضا معنى هذا الآخر اللي راح نفهمه أنه إحنا مطالبين بالطاعة الذي لا يطيعنا هو ليس منا وليسنا عليه بحفيظ والآية الأخرى تقولها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله أولا ورسوله ثانيا ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون يعني دائما تبقون تحت تصرفه تحت الإشارة بالمعنى المعاصر يعني ويقول أيضا هذه الأمثلة إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر رسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي هذا فلاني في الإيقاظ وما أرسلنا من رسول إلا يطاع بإذن الله هنا أختم بهذه لكلام طويل حتى لا نطول كيف تتم طاعة الله من مظاهر طاعة الرسول التمسك بسنته والسنة هي كل الأمور التي تعود الرسول القيام بها في حياته اليومية الاهتداء بهديه أي اتباع رشاداته ووصاياه كالمحافظة على الصلوات وأطعام الطعام ومساعدة الفقراء والمرضى والمهتاجين رغبة في رضاء الله ورحمته المهم الآن الذي يتضح بأنه الطاعة الرسول أصبحت أنه هناك خلفاء للرسول أي أن رسالك الرسول لم تنتهي المعنى الموجود هنا هذا تفسير وشرح رجال الدين والفقهاء الذين أتوا بعد الرسول فالرسالة بمعنى المعاني لم تنتهي هذا المعنى الدقيق أنه الرسالة أنه ما جاء الرسول أتى برسالة وعليكم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بالله الآن أصبحت ما يقوله هؤلاء المفسرون التمسك بسنته والسنة هي كل أمور تعودة وأيضا هنا رأينا بالبداية قال بأنه طاعة ولاة الأمور طاعة الحكام ولاة الأمور الله والرسول معناتها الرسول ما انتهت الرسالة فهذا التناقض كما نعرف أن الرسالة انتهت وختمت فبأي حق هؤلاء يطلبون من الناس طاعتهم أيضا وطاعت الرسول وطاعت ما يفسرونه لماذا يقولون أن هذه الأشياء لا تناقش ولا يجوز مناقشتها مع العلم أن الرسالة انتهت وأغلقت قال واليوم أتممت لكم دينكم ورضيتكم لكم الإسلام دينة فبأي حق الآن يجب أن نطيع الطرف الثالث الجديد الذي لم يذكر أبدا معنى هذا أن هؤلاء ورثوا النبوة وليس ورثوا الدين أو الرسالة أن الرسالة ما زالت مستمرة من المعنى المعاني وهذه الرسالة ما زالت مفروض علينا أن نواصل تبعيتها وطاعتها والأمر لم ينتهي بعد إنما هناك أنبياء جدد ظهروا اسمهم رجال الدين وفقهاء ولأن القرآن لم يسمح بوجود أنبياء وأغلق الباب هذا نوع من الاحتيال على الموضوع هذا تفسيري للأمر وبدليل أنه يقلك لك دعوة يعني طرقونك دعاة أنت على أساس تدعي يعني معاني أن دعوة محمد الرسول محمد لم تنتهي بعد على أساس تدعي من أين جئت بهذا؟ معناته أنه أنت ورثت النبوة أن النبوة محمد لم تنتهي ولم تنتهي رسالته ورغم أنه قال بشكل مطلق ولا يقبل الجدل ولا النقاش أننا لليوم أكملت لكم دينكم فإذن هناك النوع من الاحتيال وهذا موضوع آخر رحل ننقش في لاحقا كما رأينا أن المعنى العام أو العام أنه الإنسان ليس له أي سلطة أو أي قدرة على أن يتولى شأنه وأمره وهو لاحق له على الإطلاق بأن يتولى أمره أو يمارس حريته إنما واجبه الوحيد أن يطيع ويطيع ثم يطيع وإلى حد إلى أن يموت وهذا كل ما ازدادت قدرته على أن يكون مطيعا وخوش ولد يعني بالعراقي وهذا كل ما كان هو شيء جيد بالنسبة له هكذا نجد بأن هذا الإله دائماً حتى الإله يهوى بالنسبة لليهود دائماً هذا الإله زعلان وغاضب ودائماً يطالب بأن تتم أبادته ويهدد بأنه سيبتلي الناس أو عبادة إذا أخلفوا وعودهم أو خالفوا أوامره هذا الأمر يتكرر كثيراً في التوراة وهناك شكاوى كثيرة من قبل الإله يهوى ما هي طبعاً شكاوى على لسان الرجال الدين أو الحاخامات ورجال الدين والرابي أو الرابي دائماً يقول لك أنتوا خالفوا شرع الله وهو فعلاً كلام دقيق لأنه كل أمم الأرض أو المجامية بالنسبة ليهود أو حتى المسلمين هؤلاء يحاولون أن يتوحدون ويوحدون صفوفهم وهذا كلام صحيح لا شائبة فيه لكن المشكلة أين؟ المشكلة أننا لا نفرق بين الماضي والحاضر في الزمن الماضي كانت فكرة وجود فرد فرد يحتفي بنفسه وتحترم حرياته وحقوقه هذه مسألة لا تأتي على البال أصلاً وكان هناك حياة ضنك يعني حياة كان يعني اللي يشرب مي يحصل مي أو يستحم بين يوم وآخر هذا بالنسبة للترف ما بعد الترف الآن فبالتالي الكل كان في حالة يعني في أي لحظة أنت مهدد بالموت والقتل والتسليب والنهب وأن تتحول إلى عبد خاضة إلى أمم أخرى وجماعات وأصابات مسألة معقدة جداً فهذا كانت الحل الوحيد أنه تطلع هذه الأديان أن كل جماعة تسويها دين خاص به بمعنى الدين أنا دائماً عندي أدي حلقة أن أقول بأنه المجتمع هو ظاهرة دينية وليس الدين هو ظاهرة اجتماعية هذا كان الحل يعني حل البشري لمعالجة مشاكل الإنسان في ذلك الزمان هذا الأمر هو الذي يجب أن يتوضح أنه لهذا السؤال الذي انطلقت منه في البداية هو لماذا الله يطالبنا دائماً بالإيمان ولا يطالبنا بأن نؤمن بأنفسنا لماذا؟ لأن أنفسنا أمارة بالسوء علينا أن نلتزم ونطيع وننقاد ونعمل بشكل ملظم الأديان بطريقة وبخرة هي نوع من أنواع التطور الطبيعي لو لا هذا التطور وعلى حفقة لقوانين الداروينية الدين هو أفضل شيء يعني من أكثر أشياء اللي ممكن تثبت صحة نظرية الداروينية عكس طبعاً لأنهم يكرهون الداروين لأنه لك نحن موجودين خارج هذا النظام نحن لم نأتي إلا من السماء هما حقهم في هذا التصور لأنه بدون هذا التصور كل شيء حالوي يصبح سيء لكن الآن هو نقطة الأساسية اللي أردت حدث عنها الآن يجب أن ندرك هذه المعضلة القديمة ونفرق بينما سبق وبينما نحن عليه الآن من هو الله؟ سؤالي ما زال موجود الله هو رب الجماعة أو إله الجماعة كل جماعة كانتها الإله الخاص بها وهذا الإله هو الذي الذي تطيعه ولا تفكر بشيء آخر سواه هذا الإله في عصرنا الحالي رجال الدين اللي كانوا يقومون بإدارة شؤون هذا الإله وحلقة الوصل بين الإله وبين الناس هؤلاء بدأوا الآن يتحكمون بالأمر وفق أمزجتهم ومصالحهم كانت المسألة بالنسبة لهم قديما أكثر إخلاصاً وأكثر صدقاً لأنه كانت المسألة حساسة جداً كانت الناس معرضة للأخطار وكانت بحاجة شديدة إلى الدين والتماسك الديني أو القطيعي يعني تحول دائماً قطعان بشرية مطيعة وتشعر بالدفع تشعر بالراحة والإطمئنان بالوجودها داخل حضيرة الدين والدفاع عن هذه الحضيرة سواء من قبل المنافقين داخل الحضيرة أو الذين يفكرون والذين يعني لديهم شياطينهم الداخلية التي تحرضهم على التمرد والإنقلاب والكسر التعاليم وما إلى ذلك وعدم طاعة أوامر الله والرب الجماعة وأيضاً الدفاع عن عرين هذه الحضيرة أو الجماعة من الأخطار الخارجية لهذا سبيشور الدين دائماً متشدد جداً مع أي اختلاف لا وجود لأي اختلاف لا داخل المنظومة الدينية ولا خارج المنظومة الدينية هكذا هاي الطريقة اللي نفهم بها ما يجري هذا الدعوة الأساسية إن علينا أن نفهم ما يجري لا أن نتبع ونتحول لروبوتات تطبق وتفكر فقط الأمر اللي أشيره الآن إنه هاي المفارقة الآن أنه لا يجوز بعد الآن أن تتحول هذه الأديان إلى أداة الهيمنة على الناس وتدمير طاقاتهم وقدراتهم الفردية كانت سابقاً المسألة مفهومة الآن ما عاد ممكن لأن الناس الأمم تتطور الآن بالتنمية قدرات وطاقات الأفراد وأفراد الشعب أو أفراد الجماعة وبجون هذا كل الجماعات مهما كانت قوة إيمانها مهما كانت طاعتها لن تستطيع أن تصمد مع المستقبل الذي لا يتغير ولا يتطور دائماً مصيره هو الفناء المحتوم التطور شريعة الكون يعني لا هي هاي الشريعة الأساسية لا يمكن أن تخلق شريعة ثابتة إلى الأبد الشريعة الحقيقية هي شريعة التغير شريعة التطور شريعة المراجعة والتأمل والتأقلم مع الظروف ومع الأحداث ومحاولة الاستفادة منها في كل وقت وكل حين وبلا توقف أي توقف هو موت وهي من اسم التوقف بجرد أن تتوقف هو موت وأنا عندي كلمة عندي حلقة أخرى أتحدث عن فرق بين الأوقاف أن الدين الإسلامي يحرض على تحويل البشر إلى أوقاف إسلامية أوقاف دينية منظورة لأولياء الأمور وقادة القطيع الديني وقرباناً لإله الجماعة لماذا لا حق له بالنقاش تلاحظون عندما تذهبون إلى أي بزد أو أي مكان مقدس كنيسة وما إلى ذلك تجد ترى المنبر على مستوى أعلى من مستوى الناس والناس جميعاً يجلسون ولا يحق لهم الكلام إنما يحق لهم فقط الاستماع والتنفيذ ما يستمعون ومن لا يحضر في الجامع أو في الصلاة هذا يعتبر شخص خارج على الملة وهناك يعني هناك فتاوى بقتل من لا يصلي أو لا يصوم ولا يؤدي الفرائض وبعضهم لا يستتابون الخلاف فقط كان يعني عند الشيعة والسنة إنه الذي لا يصلي يقتل ويعتبر من المرتدين وبعض الفقاهات تشددوا وقالوا لا يستتاب يعني يقتل مباشرة هذا نوع من التشدد بهذا الأمر وهي قراءة دينية خاصة برجال الدين وطرقة هذا الموضوع أن هؤلاء لا يفرقون بين أنفسهم والنبي أنه يعتبرون أنهم سموا الأنبياء أو ورثة النبي وليس مجرد رجال دين عاديين رغم كما نعرف أنه مهنة رجال الدين غير موجودة بالإسلام لكنهم يعني تلاعبوا بالموضوع وسمروا حتى هذه اللحوة بعموما السؤال الآن لماذا أنا ما الذي يجبرني الآن على أن أؤمن بمن لا يؤمن به الآن الحال تغير ونعم بالله لكن هذا الإله الذي يتحدثون عنه يجب أن نعيد قراءة هذا الناس بحيث نجد فيه بالتأكيد أنا واتق أنه راح نجد به إله يستجيب إلى حاجات الإنسان ونصير نوع من الحوار المفتوح بين الإله وبين الإنسان وتلبية يعني أكو مودة ورحمة فيما بين الطرفين وأكو التفاهم وأكو التسامح يعني التسامح مو بالضرورة مع الأديان الأخرى نحن نريد التسامح بين العابد وربه هذا التسامح ما موجود الصورة التي وصلنا إياها رجال الدين عن هذا الدين وعن أي دين دائما صورة متزمتة خشنة جافة متطلبة غير راضية لا تؤمن بالإنسان تقرعه تتهمه تخيفه ترعبه تجعله لا ينام الليل خاصة لأطفال من مشاهد القتل والذبح والتعذيب في الآخرة هذه كلها هذه الصورة ما يحتاج الآن اللي يحتاج كما نعرف أنه كثير من الناس يدعون إلى التسامح بين الأديان والأتباع الأدان مختلفة وبالحقيقة نحتاج ما هو أكثر من هذا بكثير نحتاج أن يكون هناك تسامح بين الله وبين الإنسان صحيح يؤكو هناك استغفار كما يقال لكن هذا الاستغفار تم بطريقة ليس بطريقة صحيحة أن الله يغفر كل الذنوب على الإشراك به معناتها أنه تفعل ما تشاء يعني تعمل على أن تزيد شر الإنسان شراً لأنه يتحول شره بدلاً من أن يكون يكسر عصر طاعة مع الإله ومع عصر طاعة لرجال الدين ولرجال الحكم راح يعيش المجتمع بيأكمل في حالة شر وحالة فوضى وكل واحد يسطو على الآخر وينهب وينافق على الآخر ويتحول المجتمع بيأكمل للمجتمع يأكل بعضه وبعضاً لكن كلهم في الوقت نفسه يقدمون الولاء والطاعة لرجال الدين ولله نفسه معناً معاني فاز رجال الدين بما يشاءون ورب العالمين فازه أو رب هذا الدين الإسلام أو غير الإسلام فازه بما يريد فالإنسان فليفعل ما يفعل هذا الأمر ليس صحيح يعني بالضبط هو هاي الفكرة القديمة القرور الوسطى والقرور يعني أهود القديمة كان مطلوب فقط طاعة للناس وفليفعل فما بينهما يفعلون وإذا صارت مشاكل كثيرة فإن اختلف الطائفة المؤمنين فأصلحوا بينهما مدام أنت ما خسر عن شي تصير واسطة وصير صاحب سلطة وقرار بين الطرفين ونت ما خسر عن شي لكن عندما تجي يمك لا الطاعة أو لا وأنه يعني طاعة الله ورسوله وأن الله اشترى من أموال يعني هي هذه الفكرة الأساسية التي تجعلنا نفهم ما هو الدين وما هو الحاجات الدين ما هي وضائف الدين أختم أقول الإنسان بالنهاية الإنسان هو المؤجزة وليس الإله الإنسان هذا الذي استطاع أن يخترق هذه الأسور عشرات الآلاف من السنين ويتمكن من تحقيق كل هذه المؤجزات ويفهم العالم الذي حوله الإنسان بالتالي هو المؤجزة وليس الإله الإله الذي ورثناه وليس الإله بالمعنى الشامل الكوني أنا أقصد هو إحنا المؤجزة الآن الآن حان وقت أن يقول إنسان ويقف وسط العالم ويقول أنا حققت ذاتي وأنا أثبتت بأنني أنا المؤجزة وأنا الذي أستطيع أن أمد عمر هذه المؤجزة وأحقق ما أشاء والآن العلم على وشك أن ينهي قضية الموت الموت بطلعت مسألة ممكن تجاوزها بسألة بيولوجية لا أكثر ليست مسألة أوامر قدرية بالموت لا الآن العلماء على وشك يعني خلال عقود قريبة أعتقد ممكن واحد يتابع هذا الموضوع على النت يسوي السيرس ويشوف ماكو داعي أنا أذكر له أنه الموت هو تقريبا الآن ليس أكثر من خلال بيولوجي خلال داخل منظوم ميكانيزم عمل الجسد عملية إنهاء موضوع الموت لم تعد بسألة مستحيلة بالعكس وكما قلت ممكن تتابعه الإنسان بالتالي هو المؤجزة هذا المؤجزة التي استطعت أن تكتشف كل هذا أن تخترق الفضاء تعرف ما هو العالم ما هو الكون ما هي الأشياء تعرف كيف تصنع دواء كيف تعالج يعالج الناس بعضهم هذا خلينا نكون متفائلين وواثقين بأن مستقبل الإنسان أعظم بكثير من ماضيه وأن تمسكنا بهذا الماضي وتقاليده وعاداته لم يعود أمرا جديرا بهذا الإنسان يعني نبخص حق كل إنسان أن نخليه يتبع تعاليم قديمة وفاة زمانها وأوانها وكانت وليدة ظروفها وليدة حاجاتها لابد أن نحترم الناس المتمسكين بهذا العادات لكن هم لابد أن يحترمون المستقبل ويحترموا للإنسان هذا الإنسان الذي يستطيع أن يطور نفسه ويتبع المناهج العلمية في التفكير والتحليل والعمل وإذا كان عنده إيمان لا بأس يحتفظ به وما كدعا عني مثلا يقول لك الأوكار القديمة ما عادت نافعة يعني القوالب الجاهزة القديمة في الحكومة وفي إدارة شؤون الإنسان والسيطرة على واقع البشري ما عادت نافعة وصارت قديمة وكلنا نعرفها الحقيقة بالمناسبة لكن الفيديو الأخير الذي انشرته عن قضية سيد القمني ولماذا نحن نشتم ونسب تحدثت بفضاء الطبيعي أو الحاضنة الطبيعية والحاضنة الإحيائية فهذا هو السبب المشكلة وهو أختم بموضوع واحد أراويكم الصورة الأخيرة حتى توضح لكم كيف نتصرف ولماذا نحتاج على أشخاص مثل يطلعون يقولون أنه الطريقة القديمة بالتفكير أصبحت نافلة ولا حاجة لها راح أطلع لكم هذا المثال وأختم الموضوع